بمناسبة يوم المرأة البحرينية أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام أصبح يوما وطنيا للبحرين وللمرأة البحرينية بشكل خاص وهي مناسبة للتعبير عن العرفان والتقدير لإنجازاتها على كافة الأصعدة ليكون تقدم المرأة سببا أساسيا لتقدم وطنها واستمرار نهضته وقد أشادت صاحبة السمو في هذه المناسبة بالدعم المستمر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه المتمثل في حرص جلالته على ضمان استمرار حضور المرأة في كافة الميادين من خلال توجيه كافة السلطات بالالتزام بمبدأ تكافؤ الفرس وضرورة تحقيقه واقعيا بما ينسجم مع مبادئ الدولة الدستورية التي حسمت حضور المرأة ومشاركتها في الشأن العام وبما يحفظ حقوقها ومكانتها الأسرية ويعينها على تأدية مسؤوليتها الوطنية بثقة واقتدار كما عربت سموها عن تقديرها لكافة المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة وتفاعلها اللافت مع هذه المناسبة من خلال تكريم المرأة العاملة وحتى من خلال تسليط الضوء على إنجازات المرأة البحرينية اعترافا بالدور الرائد الذي تبدله في بناء وطنها وإبرازه كنموذج يحتدى على المستوى الإقليمي مما يثبت للعالم بأن حضورة ومشاركة المرأة ليست طارئة بل مترسخة الجذور وقد أكدت سموها أنه مع الذكرى السادسة لهذه المناسبة التي تعد محل اعتزاز وفخر فقد خصص المجلس الأعلى للمرأة عمل المرأة البحرينية في المجال الأعلامي ليكون شعار الاحتفال هذا العام هو المرأة والإعلام بقض إبراز ما استطاعت أن تقدمه المرأة البحرينية في هذا المجال الهام وإلقاء الضوء على أبرز ما حققته على صعيد تحديد هوية وملامح الخطاب الأعلامي والفرص المتاحة أمامها لتطويره وأوضحت سمو قرينة جلالة الملك المفدى أن المجلس الأعلى للمرأة لا يزال متعاهدا بتحقيق المزيد للمرأة في إطار ما يتم وضعه من خطط وطنية تراعي احتياجاتها وتضمن في حال تطبيقها تغييرا نوعيا باتجاه ثبات تقدمها خصوصا وأن إمكانات وكفاءة المرأة البحرينية تعتبر مكسبا وطنيا لا يمكن الاستغناء عنه أو التقليل من شأنه في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة موجهة سموها التحية والتقديل لكل امرأة بحرينية تجتهد وتصر على العطاء مهما كانت الصعوبات وأيا كان موقعها خدمة للبحرين وحفاظا على مكتسباتها الوطنية التي تمتد منذ بدايات القرن الماضي عندما نبدأ بالحديث عن دور المرأة البحرينية في صناعة الإعلام وما حققته اليوم من إنجازات واضحة فإننا يجب أن نصلت الضوء على ما قدمته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من دعم ومساندة لتصبح اليوم المرأة البحرينية إعلامية تخذ كل الميادين وتترك بصمتها في كل وقع إعلامي كل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة الملك المفتاة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة على وقوفها المستمر للمرأة البحرينية ودائما وأبدا هي المشجع الأول والأخير لكل أمرأة معطاءة محبة لهذا الوطن الحبيب تمكنت المرأة البحرينية من أن تخذ كافة المجالات في البحرين وأن تثبت جدارتها في مجالات عدة كانت لفترة حكر على الذكور حتى وهذه ما كان ليأتي إلا بفضل الثقة التي عطتها القيادة الرشيدة للمرأة ويمكن الدور الأهم لصاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة كان لهم دور كبير في أن يدعمون المرأة في كل مجال فالمرأة البحرينية أصبحت رقما مهما وصوتا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يترك صداه في الساحة الإعلامية المحلية والعربية والدولية المرأة البحرينية قطعت شوط كبير وتميزت في جميع المحافل وعلى جميع الأصعدة وخصوصا في مجال الإعلام في عقب مكانة المرأة الصحفية فقط أصبحت اليوم مصورة وكاتبة ورئيسة تحرير وحتى وزيرة وما كان هذا يحدث لو لا الدعم الكبير الذي حصلته المرأة البحرينية بشكل عام من سمو الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة والقيادة الحكيمة المرأة متميزة في شتى المجالات المرأة البحرينية تحديدا رفعت اسم البحرين في المجال الرياضي المجال الاجتماعي في العمل التطوعي في المجال الثقافي واليوم طبعا مناسبة تحديد هذه السنة موضوع المرأة والإعلام نشوف المرأة موجودة ومتميزة حقيقة في التلفزيون في الإذاعة في الصحافة عندنا في البحرين المرأة مخرجة عندنا المرأة مهندسة منفذة مذيعة ففي شتى المجالات هي متصادرة طبعا دعم صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة للمرأة البحرينية بشكل عام تجسد من تخصيصها اليوم خاص بالمرأة البحرينية وتأسيسها المجلس على المرأة اللي فعلا رأينا أنه يمكن المرأة في شتى المجالات اختيار المجلس الأعلى للمرأة لشعار المرأة والإعلام جاء ليؤكد بأن المرأة البحرينية وما تمتلكه من قدرات وإمكانات أصبحت قادرة بلا شك على أن تترك بصمتها الإعلامية وتحدث تغييرا في المجتمع سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحر